بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صلاة أهل الإعذار شروط جمع التقديم إذا أراد أن يقدم الجمع فيصلي العصر مع الظهر ويصلي العشاء مع المغرب إذا جمع في وقت الأولى اشترط لذلك ثلاثة شروط اشترط الأول النية بأن ينوي الجمع عند إحرام الصلاة الأولى فإذا كبر تكبيرة الإحرام نوى أنه يصلي الصلاة الأولى ويضيف إليها الصلاة الثانية فلابد أن ينوي عند إحرام الأولى فلو فرض أنه دخل في الأولى وهو لا ينوي الجمع ثم في أثناء الصلاة بدله أن يجمع فإن الجمع لا يصح لأنه لم ينويه عند إحرام الأولى هذا هو المذهب قال ابن عثيمين والصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجود وهو إما يكون السفر وإما يكون المرض هذا الشرط الأول الشرط الثاني الموالى بين الصلاتين يشترط أن لا يفرق بينهما أي بين الصلاتين المجموعتين في جمع التقديم لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة أو بمقدار إعادة الوضوء الشرط الثالث من شروط تقديم الجمع أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى أن يكون العذر سواء كان السفر أو المرض المبيح للجمع موجود عندما يفتتح الصلاة الأولى والثانية وعند سلامه من الأولى وذلك لأن افتتاح الأولى محل النية على القول بأن النية شرط في بداية الصلاة عند الإحرام فإنه إذن يكون لابد من وجود العذر عند تكبيرة الإحرام وذلك لأنه لابد أنه ينوي عند تكبيرة الإحرام إذن هذا الشرط مبني على الشرط الأول اللي هو النية عند تكبيرة الإحرام وقد سبق أن القول الصحيح عدم اشتراطه وعلى ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى هذه هي شروط التقديم الجمع ثالثا صلاة الخوف وهذا العذر الثالث من الأعذار الذي تتغير بها صفة الصلاة أو هيئة الصلاة ويتغير بها عدد الصلاة فالعدر الأول السفر والعدر الثاني المرض ونحوه والعدر الثالث هو الخوف سواء كان الخوف من عدو آدمي كان أو سبع أو أي نوع من أنواع الخوف وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفات كلها جائزة وهي ستة أوجة أو سبع أوجة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن قدامى ونذكر من صلاة الخوف صفتين منها الصفة الأولى وهو ما يوافق ظاهر القرآن وهو أن يكون العدو إلى غير جهة القبلة فهنا القائد قائد الجيش أو أمير الجيش يقسم الجيش إلى طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو تحرص لألا يهجم العدو ويستغل إنشغالهم بالصلاة فيهجم عليهم فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم يعني تركوا الإمام وأتموا لأنفسهم نوو الإنفراد وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية والإمام يبقى قائما ثم إذا أتموا لأنفسهم صاروا أنهم صلوا ركعتين ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة التي تحرص ووقفوا أمام العدو وجاءت الطائفة الثانية التي لم تصلي فدخلت مع الإمام وهو في الركعة الثانية بالنسبة له وهم في الركعة الأولى بالنسبة لهم وفي هذا الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من الأولى لتدركه الطائفة الثانية فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت عليه هو ثم يجلس للتشهد فهو قد صلى ركعتين فإذا جرس للتشهد قامت هذه الطائفة التي جاءت اللي هي الثانية وأكملت الركعة التي بقيت عليها وأدركت الإمام في التشهد ثم يسلم بهم الإمام هذه هي الصفة الأولى وهنا يكون العدو إلى غير جهة القبلة وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن في قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفة ثانية لتتحرص أي إذا سجدوا أي أتموا الصلاة ولتأتي طائفة أخرى هي الصلاة التي كانت تحرص وكانت أمام العدو لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم كما ذكرنا تأتي الطائفة الثانية فيدخل في الركعة الأولى فيصل بهم الركعة الأولى ثم يجلس للتشهد ويقومهم يأتوا بالركعة الثانية ثم يجلسوا معه ويسلم بهم ولكن الله عز وجل قال للطائفة الثانية هنا وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم لماذا؟ قال ذلك وقال للطائفة وقال للأولى وليأخذوا أسلحتهم فقط وقال للطائفة الثانية وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم قالوا لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشد فإن العدو قد يكون قد تأهب لما رأى الجيش انقسم إلى قسمين وأعد العدة فلهذا أمر الله بأخذ الحذر وأخذ الحيطة والأسلحة في هذه الحالة هذه الصفة التي هي الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة في أمور منها أولاً انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه ثانياً أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام ويعدر في هذا لأن الصلاة صلاة خوف فتغيرت هيئتها وتغيرت في عددها الصفة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين الصفة الأولى قلنا العدو إلى غير جهة القبلة في هذه الصفة إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم إلى صفين ويبتدي بهم الصلاة جميعاً ويركع بهم جميعاً ويرفع بهم جميعاً من الرقوع فإذا سجد معه الصف الأول أو الطائفة الأولى فقط ويبقى الصف الثاني أو الطائفة الثانية القسم الثاني قائما يحرص العدو لأن العدو إلى جهة القبلة فإذا قام معه الصف الأول ثم سجد الصف المؤخر أو الطائفة الأخرى فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم صل بهم الركعة الثانية كما فعل بالركعة الأولى جميعا فإذا سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر فإذا جلس للتشهد جلسوا معه جميعا وسلم بهم جميعا وهذه الصفة إذا كان العدو في جهات القبلة إذن يقسمهم إلى طائفتين وطائفة تصلي ركعة وطائفة تحرص ويتناوبون في الركوع وفي السجود كما ذكرنا إذا قال قائل لو فرض أن هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تطبيقها في الزمن الماضي لكن الوقت الحاضر لا يمكن لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت وربما تأتي إغارة طيران ربما يأتي ضرب بالبدافع والصواريخ فالجواب إذا دعت الضرورة إلى الصلاة وقت الخوف ووقت المعركة فإنهم يسلون أي صلاة أقرب ما تكون إلى هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعوا أن يفعلوها فهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وإذا لم يستطيعوا فإنهم يفعلوا ما يكون أقرب إلى هذه الصفات لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول الله رسول الله سلم إذا أمرتكم بأمن فأتم منه ما استطعتم مسألة إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من يقول لا يجوز تأخر الصلاة عن وقتها ولو اشتد الخوف بل يصلون هاربين وراجلين وراكبين لقوله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني فصلوا رجالا تمشون على أرجلكم أو ركبانا على الدواب أو على ما يقوم مقامها من الألات الموجود ومنهم من قال يجوز تأخر الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن يتدبر الإنسان ما يقوله أو ما يفعله فإذا لم يمكن يتدبر قوال الصلاة والأفعال الصلاة فإنه لا يستطيع بالتالي أن يصلي الصلاة ولا تستقر في قلبه ولا يدري ما يقول ففي هذا الحال يجوز له تأخير الصلاة وهذا مبني على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب فقد أخرها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب هذا هو الصحيح أنه إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك فلا بأس أن يؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى أما إذا كانت الصلاة لا تجمع كالفجر مثلاً فهذا محل الخلاف والمسألة فيها سعة هذا والله أعلم وأحكم